السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني وعزائي المتابعين والمهتمين بالزيتون واشجار الزيتون ما الذي يمنع شجرة الزيتون من الاثمار لعدة السنوات هذا موضوع مهم رح نتطرق له ان شاء الله تعالى في فيديوين منفصلين عن الاهم الاسباب المحتملة حتى تكون اللي تمنع شجرة الزيتون من الاثمار اذا تريد تعرف شجرة الزيتون عندك ليش ما تحمل هناك عدة اسباب قد يكون سبب او سببين او ثلاثة هو السبب اللي يمنع اشجار الزيتون من الحمل بالاثمار هذه الظاهرة حقيقة بلشت او بدأت تظهر وبدأت كثير من الناس يسألون ويراسلونه حول هذه الظاهرة الموجودة في مناطق مختلفة من العراق هناك عدة اسباب رح نوضحها مع ذلك ليجب ان تكون انت فاهم جدا مسألة مهمة جدا عند الاسئلة متى اخر مرة حملة الشجرة دقيق ووضوح متى كانت اخر مرة زهرت الشجرة ولم تحمل ثمار هذا موضوع مهم جدا يقرب من الصورة كذلك عمليات التسميد والتقليم وكل شيء ممكن هذا يأثر اذا تريد تعرف شجرتك شجرة الزيتون لماذا اثمارها قليل او معدوم تابع الفيديوهات تحياتي ترجمة نانسي قنقر